سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ا انا انظريكم احتيار دعم & صوت 5 اليوم اليوم هناك اختيار ان هناكما درسنا اليوم اليوم انواني أن هناك ان هناك هناك يا لسونغل للمفرد و هناك بلوريال لالجمع أخذنا موضوع اليوم هذه مثل رايم يعني قصيدة بها وزن وقافية يعني تنتهي بنفس الحروف حتى تصير متسلسلة وقصيدة سلسلة فهذا عندنا هنا نترك احنا ما عندنا شي بس هذي الكلمات تحوظوا لي تحوظوا ليها بالورقة والقلم هي ومعانيها هذي المربعات يقولكم هكرو هاي الرين القصيدة وشنو الأشياء والطعام والفود الموجود تخلونا عليها تيك أو ييس والطعام الموجود نخلي عليه كروس فتيك وكروس هاني رح أقراها وهذا اللي بس تحوظوها فكلها هاي وزن وقافية يعني نفس النهايات هس أترجم لكم الطعام هو نفس هذا المعنى بالعربي فهذه رائم قصيدة الكلمات هذولة بالمربعات الحمر تحلوها وتحفظوها املاقها بالورقة والقلم بيرز الأجاس اللي هو العرموط الفيش سمك سوب الحساء ستروباريز الفراولة شكين دجاج لمونز الليمون شيريز كارز بلومب القوجة آيس كريم آيس كريم وثلجات وتعماء بيزا بيزا وكيكس هذي نحلها ونحفظها بالورقة والقلم وهي المعنى بالعربي إنه فقط محاولة وكيكس هذه الصفحة مثل اللعبة وهذه محاولة مثل المحاولة هذا ماذا نهاية اللعبة يعني مثلا هذا ديش نمبر واحد صح نمبر واحد ماذا يبقى بسالد وبيهوت دوغ اللي هي سندويتش آف هوت دوغ يعني لفت سندويتش هوت دوغ هذا الصوص الذي نصيح له والبانانة هذي مثل اللعبة تلعبوها ديش نمبر واحد تحتوي تحتوي بريد وشيز وفش ثمك وجبنة وخبز 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 وهكذا يعني هذي ما عدنا شي بيها طبعا صدق هذه الحلويات اسمها كاندي والعنب اسمك ربس خاف ما تعرفوهن يعني هذي ما عدنا شي بيها هذي نقرى الكون طبعا عدنا قواعد هسا رح نشرحها هكذا 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 تسأل مثلا هل أكو سندويجة وهذا الصحان هل أكو ميت لحم بهذا الصحان وهكذا ما عدنا شي بيها هكذا 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 بلات بلات يعني صحان هكذا يعني الصحان مثلا هو يختار الصحن هذا الصحن و لا يقول لهיו و لا تأخبطها هي تسأل Someone تقول له بلحم مثلا م Old مثلا يقول هكذا يقول هلا م those ام يعني ما عدنا شي بيها مجرد لا با نحفظها في الكتاب المنون ونحفظها في الورقة والقلم لأن هذه الكلمات مالفود هي طعام جديدة يعني يوجد قسم حافظيه من هداك الليسن نمبر ون اللي أخذناه في بداية الليسن وان كان عدنا الطعام كان بيه تشيكين وستروباريز وووتر يعني يوجد قسم حافظيهن بس الجديدات تحفظوهن حبايبي حبايبي الحلوين نأتي للقرامر لسن 8 عدنا قاعدين داخل مربع خالهين يعني نحفظهم على الغرب هاو ماني زائد معدود هاو ماني اللي معناتها كم العدد يجي وراها شيء معدود نقدر نهده وانه كومشو يكون ملموس مثل البانانا مثل ستروباري يعني أي شيء انواع طعام او مثل حتى اشياء جماد مثل بول مثل بين المهم شيء معدود كل شيء نقدر يعني نلمسه ونقدر نهده هاو مات يجي قم سعر زائد غير معدود شنو الشيء الغير معدود طبعا نأخذناه المعدود الغير معدود الغير معدود هو كل الانواع السوائل الكويت ووتر كوفي تي كل هذان السوائل و الأشياء الصغيرة مثل رايز مثل شوكر مثل سولت التمن والروز هذان كل اشياء ما معدودة فهو ماني اللي معناتها كم العدد زائد شيء معدود هاو مات زائد شيء غير معدود نجي هنا عدنا ملاحقين كما السام اللي معناتها بعض شو وقت تيجي تأتي مع الجمل المثبته شن يعني مثبته يعني ما بيهنط جملة مثبته خبرية يعني تخبرنا عن شيء مثبته يعني ما بيهنط هي أداة النفي نط والخبرية يعني تخبرنا عن شيء دا تقول لنة دا تقول لنة عن خبر أو عن شيء وجملة السؤال وجملة السؤال اللي تنتهي بقوستيوم مارك علامة السؤال وتبدي بأدوات السؤال الاني اللي معناتها اي اي بول اي قرية اي بي بول اي الطالب تأتي مع الجمل المنفية اكس هذي مثبتة اي منفية اللي بيها نقط والاستفهامية الاستفهامية اللي تستفهم عن شيء او تسأل عن شيء نجي للإكزامبلز number one how many apples are there how many اللي معناتها كم العدد شنو ايجا وراها شئي معدود اذن على القاعدة ما لاتنزائج شئي معدود باس جمع مجموع how much اللي معناتها كم السعر زائز شئي غير معدود اللي هو ملك how many milk do you have كم سعر الحليب اللي عندك الملك غير معدود جتوية how much نجي هست على قاعدتين سموعين there is some water خلينا السم اللي معناتها بعض اللي تأتيوية جمل المثبتة والخبرية والسؤال المثبتة هي نفسها الخبرية والسؤال مثبتة خبرية قابل هذي سؤال لا ما تنتهي في question mark فهي مثبتة ما بيها not وخبرية تخبرنا عن شيء تقولنا there is some water هنالك بعض الماء خبرتنا عن شيء معين اللي هو مي هناك اكو شوية ماء is there any salad is there any salad جتوية جملة المنفية اللي تجوي الجمل المنفية اللي بيانط او استفهامي هسا هاي مو نفي لانها ما بيانط فهي استفهام من اداة من question mark ومن اداة السؤال هاي اداة السؤال هاي question mark فهاي جملة استفهامية يعني سؤال استخدامناها وياني في some واني هذن الجمل اللي تجوي اياهن وهذن يقاعدتين how much home هذن على الموضوع مال listen 8 اللي قلت لكم هسا نشرحها اللي مال ويا الطعام اللي يجوي الطعام اللي اخذناه listen 8 فهدنا قاعدتين how much home وشوقت نستخدم سم وشوقت نستخدم بأي جمل بأي أنواع من الجمل now we have the activity book unit 5 listen 8 activity A هسا عدنا الكراس حبايبي التمرين A what do you think ماذا انت تعتقد put the food in order خلي هذي الطعام ضع الطعام بالترتيب اتخلو بالترتيب I like best not my favorite من اللي انتو تحبو best not my favorite ليس طعام مفاضل يعني خلي اول شي bears هن هذني هنرتب من bears الاجاس البلومب القوجة سوب حساء لمونز ليمون شاريز كارز ايج البيض والديس تمور الايس كريم المثلجات كيك والبيزة مرتبت المال اللي احبهم اللي ما احبهم انتو اذا تريدون تحلون غير حل كيفكم يعني هذا مو في التمرين مهم هنا عندنا مثل conversation هل تحبين بيزة 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 هل تحبين بيزة نعم لكن افضل الكيك بيزة بعدين هي السلاوات ماذا عنك بيزة ايس كريم ما ينعد بيزة اجاصين و اللموناد هنا قصدهم عصير الليمون ليمون لموناد عصير الليمون عصير الليمون ما ينعد بس الليمون لمون نخليل الار بس هسا لموناد يعني عصير الليمون هذا مهم تركزولي علي نجعل Can you make list of these these contains يعني تخلي هذان الاشياء تكمل المثال ان اخذنا التن تن اوف شنو عدوا معدين من الكولا top of tea bucket بسكويت bag of fries كيس من الروز هنا انا اسئلة تجابوا رأيها what's your favorite food ما هو طعام اكل من فضل my favorite food is fish طعام من فضل السمك what's food can you make شنو الطعام اللي انت تستطيع ان تصنعه I can make cake استطيع ان اصنع الكيك how often do you eat healthy food كم عدد المرات اللي انت تتناول بها الطعام الصحي always دائما فهذان التمرين حل وهذا تركزولي عليه يا حبايوي so our homework is do this activity واجبنا انسوي هذا التمرين وتحفظوهن الكلمات الجديدة اللي grammar القواعد ينكتب بالدفتر وينفهم وينحفظ هذان القواعد اللي كتبناهن من النجمات الملاحظة and do the activities this page and this page وتحفظوهن التمرين هذه الصفحة وهذه الصفحة مع التركيز على هذا التمرين اي مهم على المعدود والغير المعدود thank you and goodbye bye